اهلا بكم مشاهدين ومستمعين عبر صوت لبنان الى منشاة المساء الازمة الرئاسية في شهرها التاسع تولد ازمات فقد انفتح باب الشغور الرئاسي على نقاش متصاعد حول الفراغ في حاكمية المصرف المركزي لجهة تعيين البديل او تسليم صلاحيات الحاكم للنائب الاول وايضا تصريف الاعمال وقبل ايجاد العلاج للعمود الفقري المالي للدولة تصاعدت الخشية اي يصل الشغور الى المؤسسة العسكرية من زاوية تعيين رئيس للاركان لتولي مهام القيادة ليفتح الجدال ايضا واسعا حول صلاحيات الحكومة الميثاقية والسياسية قبل الدستورية ولحين تظهير المعالجات على خط عين التين السراي انتظار لعودة الموفد الرئاسي الفرنسي في جولة مشاورات ثانية عنوانها الحوار وستعقب لقاء للجنة الخماسية المعنية بالملف اللبناني فهل يحمل لودريون خطة انقاذية ترضي فريقاء المواجهة الى ذلك الامن جنوبا الى الواجهة تحت عنوان الجدار والخيمة وما بينهما التجديد لقوات اليونيفل الترسيم البحري الترسيم البري بعد البحري والامن المضبوط على التوقيت الاقليمي هذه المواضيع نتابعها مع ضيفنا في الاستوديو الخبير في العلاقات الدولية والانتخابية والباحث والاستاذ الجامعي الدكتور ابراهيم الجوهري دكتور جوهري اهلا وسهلا فيك معنا قبل الدخول بالملفات الرئاسية والامنية والمقاربات بهذا الشأن اللافت اليوم تصويت البرلمان الاوروبي وباغلبية كبيرة على ابقاء اللاجئين او النازحين السوريين في لبنان ما هي ابعاد هذا القرار اليوم برأيك نحنا دايما بس لما نحكي بموضوع النسحين لازم نحنا نتأكد انه في قوانين دولية ترعى هذا الموضوع ونحنا كدولة ما فينا نقرر فجأة انه بدنا نجبر الناس حين يرجعوا على بلدهم لازم في شروط لازم تصير من بعدها نقدر نحنا نحسهم نساعدهم ندفعهم للعودة بس نحنا ما فينا يكون في نوع من الجبر هيدا بيخرق كل المواثيق الدولية المعمول بها فاللي عملوا البرلمو هو انه رجع اكد انه النازحين السوريين الموجودين في لبنان سوف يتم دعمهم باليوروبيين يونيون عم يدعموهم بشكل كبير بدون ما ننسى انه كل دولار او كل يورو بينبعث للبنان للنازحين السوريين بينبعث مقبيلوا دولار للمجتمعات التي تلقاهم أنا بزيارة من شهرين لما كنت ببروسيل الجميع اكد لانه ما في دولار يورو بينبعث لبنان للنازحين السوريين إلا ما مقبيلوا واحد للبنانيين لأي لبنانيين دكتور جاوغ لا كل القرى والمناطق التي تلقا يعني ترحب او مش ترحب بس نحطها فيهم عندها اللاجئين السوريين ولكن اذا كان هذا الامر كذلك لماذا هذه النقمة بين الناس على الناس لانه عم بيحسوا هم يأخذون المساعدات وبالدولار واللبناني قاعد ما قادر يعيش لانه بصراحة في حملة عنصرية خلانينا نسميها جزينوفوبيا يعني ضد الغريب ديرينا السياسيين في لبنان ليحيدوا النظر عن الجهنم اللي معايشينا فيها ويحطوا الحق على الناس حين السوريين اول شي في كمية فيك نيوز وش معقولي الناس حين ما بيقبضوا بالدولار انا برجع بلك كنت في بروسيل ورح تشوفت اليوان ايش سي آر واجتمعت معهم كلهم بقولوا لك الناس حين بعدوا لحد هلأ بيقبضوا بالليرة وبيقبضوا 8 مليون هاي دي اكبر عائلة لو كان في عشره المساعدات التي تأتي الى الحكومة ماذا عن الجمعيات يلي هني بروح وياخدوا بطاقات هيدا الموضوع الجمعيات عندي جمعيات بما انه الدولة ايمي ايدا من الموضوع ومش عم تلعب دورة بدي نروح يشوفوا عند الجمعيات طيب ألا يدرك البرلمان الاوروبي الواقع اللبناني والكارثة الاقتصادية التي يعنيها لبنان ليصوت على ابقاء هذا العبء على شعب اللبناني كمان شو بدك يعملوا يعني من اخرها شو بدك يعملوا الاوروبي الاوروبية عم يدعمونا بالمصاري نحن علينا مش نحن هلع بدنا ننتخب رئيس صديق لسوريا وعند لسوريا حلفاء جبار وقوية بلبنان طيب يشتغلوا شغلهم يساعدوا ويفتحوا قنوات مع الموضوع لانه الناس حين سوريين بدنوا يرجع بلهم بس بدنوا فيه منموم من المقاومات اللي يرجع ع بلدهم حتى المناطق الامنة بسوريا الكل بد يرجع ع بلده بس اول الشي كمان برحلة لانه انا صرت باحث عم نعمل عدة مشاريع بموضوع النسحين وكمية اذا بدك نحكي عنا كمية اللبنانيين والسوريين بس اهم الشي الكمية اللبنانيين عم بتزيد اللي عم بيخاطروا بحياتهم ويطلعوا بالبوتس من شمال لبنان ويهجروا على الفروق غير شرعية هجرة غير نظامية 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 ايه تعرف هيدا ف لما كنا شفنا عدد من الناس حين سوريين وتحدثنا معنا انا سألته وايك بشكل واضح انه لماذا بدك ترجع على بلدك قال لي انا بترجع بس انا اول ما قطع الحدود ما الذي يمنعه اول ما قطع الحدود بدي يخدوني على الجيش كلهم طبعا مي بدي ربي الولاد ومرتي منين نجلوا مصار يلي هني زادوا كتير هلا هلا اذا غير موضوع بس انه مين بدو يعطيهم ونهم يجيب لهم مصاري هاي واحد اتنين قال لي انا بروح على الجيش ممكن اختفي ويختفي معناتها كان بيعتبروا بالنظام واحدة من الاشياء وفي موضوع تالت انه هني نحن عنا 50-60% من السوريين من مناطق المحازية للبنان اللي هي زبداني وباقي المناطق نعرف شو عم بيصير هناك ونعرف مين بيمنع هدو اذا في حق على الجانب اللبناني طبعا اوكي ما هي الخطوات التي على لبنان القيام بها اللي ما قام فيها لها بعد 9 سنين شو لازم يعمل اول شي لازم يفتح قنوات اول شي قبل اذا بدأ القنوات لازم الجانب اللبناني ينظم حالو وين الناس هين سوريين قاعدين وشو عم بيصير فيهم مين عم بيساعدهم وكيف وليش مش هيد واحد ما بدنا داتا من ما بدنا داتا ما قلل يعني الامن العام ما عنده مين دخل ومين خرج لا لانه هيدا موضوع الداتا انه هلقوا مع اليوان اشتقار ويوان اشتقار ما قبله طب نحنا دولي مش مفروض نحنا نكون دولي مش مفروض نكون عنا مؤسسات نحنا فعلا عنا دولي ومؤسسات فينا نقول انه يمكن لأ يمكن ايه فما عنا هيدا اول واحدة اثنين ما فينا نحنا كل واحد بيظهر من لبنان نعمله ستامب ونتأكد ان هو بحق له يظهر وبحق له يرجع يفوت طب اذا كن نازح اذا عم بيطلع ومع بيرجع وعم بيرجع ينزل معناه تبطل نازح هيدا قلو غير مواضيع اللي عم بيشتغلوا نحنا نقلو نحنا نحن 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 نوع من الرخص العمل ليه مثلا من غير جنسيات بيعملوا رخص عمل لما بيشتغلوا طب كمان في نعمل حق عالدولة تاخد مسئوليتها وتعمل اللي لازم تعمله والموضوع مش معقد بس لتعمل كل هالاجراءات بينخفض العدد التدريجيا اللي موجود وعم بيشتغل شغل وعم بيدفع درايب وما عم بيخالف الأنو أهلا وسهلا نحن طول عمر والذي يخالف والذي يخالف بيرجع بلده ما فيه اي مشكل وانا دايما بيننس هالموضوع النزحين السوريين عم بيفوتوا على البلد حسب الأحصاء الرسمية بس من الدولة لدولة يعني من UNHCR من الأمم المتحدة ومن اليوروبيين يونيون للدولة اللبنانية في مليار فاصل ستة عم يبعتوا كل يوم مليار فاصل ستة دولار ولكن فيه استخداء بحلقة معينة من السياسيين لهذه الأموال مش للخزينة ولا للناس هون المشكلة فنحن عم نركز على السوريين اه يمكن فيه بعض الأشياء مش مزبوطة ولازم نحلها بس فيه مليار ست مئة عم يجعل البلد وعم بيروحوا وعم بيتحولوا لللبناني حسب ريت معين قبل الحديث عن أنه السوريين بدون أو النظام السوري لا يريد أو يرحب بعودة أبناء وطنه إلى بلادهم فيه قرار لبناني سياسي الكل متفق أنه لازم يرجعوا على بلادهم أو لأنه فيه مصالح معينة ما بعتقد في حدا بلبنان أنه بدو يخليهم أنه عم بيقبض لبنان المليار سمية مع أنه إذا رحوا فجأة يعني فقنا بكرة صبح ما فيه ولا ولا نازح سوري إيه البلد ببناني بيفلس بس هذا غير موضوع بس أكيد ما في حدا عم بيعمل هل أدي ماكيافاليين أو من هذا الطبع بس أنا بالنسبة إلى الموضوع أنه هو مش هون الموضوع لتحقيق العودة فيه إلى حسب الـ UNHCR والـ UN والأمم المتحدة فيه عدد من الإجراءات لازم تتخذ العودة آمنة وطوعية بالداخل أول شيء إجراءات منبلشها عنا بلدين وبتتكمل بسوريا ما هو يعني المرتقب من اللجنة الوزرية التي تم تشكيلها للتواصل مع سوريا بشأن إجراءات العودة بعد إلى دور إذا عملت لجنة لتمييع الموضوع لا بدي يكون في ورية دعم سياسي من الأفريقاء اللي عندهم علاقة جيدة مع الجانب السوري ولكن يقال أن هناك تنسيق بعد اللجنة التي تم تشكيلها بالقمة العربية حول موضوع العودة وبالتالي لبنان من ضمن هذه اللجنة ولكن واضح عربيا ما عد أثير هذا الموضوع من وضع على الطولة نحن لبنان للأسف دائما نحن نوصح لنا بجرنا دائما هلأ بكل المتغيرات بالمنطقة لازم نحن ناخد موضوعنا ونمشي فيه نحن لازم نكون عم نلعب دورنا بدل ما نتهجم على البرلمون الأوروبي ونتهجم على السوريين خلي دولتنا تاخد دورة وتفعلوا على الآخر وخلي الأطراف السياسية التي هي صديقة سورية كمان تلعب دورة ومن هونيكو بالرايح والأفريقاء البيئيين الأصدقاء مع الغرب كمان بيلعب دورة نجحنا مقصومين خلينا استفيدنا مش في البعض بيقول أنه نحن قريبين أكتر للغرب والبعض بيقول قريبين أكتر لسوريا ولا إيران خلي كل واحد يحكي مع أصدقائهم هل تترى أنه كان في نوع من الاستسهال بالقرار الأوروبي يعني بأنه الموقف اللبناني في هذه الفوضى فقال لك مين بدو يرد ومين بدو يعلي ومين بدو يعترض بدنا نقرق قرار ما لحقت أنا وطلع عليه بشكل دائي أكيد في القرار عم بيقول بشكل عام ما عم بيفود بتفصيل ولا عم بيجبر حدا عم بيقول إذا في الناس حين سوريين أكيد لازم يرجعوا على بلدهم بس هو أكيد الاتحاد الأوروبي بيرفض أي نوع من الرفولمون أو الجبر الناس حين الذهاب بشكل باستخدام قوة إذا هذا الواقع إلى متى يتحمل لبنان هذا العبط عب النزوح الذي يزداد يعني والأزمة تزداد تقلا ما عم نقول لني سبب الأزمة ولكن نحن في أزمة وجاء هذا العبط أيضا يعني إلى متى الناس بتحمل بعد إلى أن دولتك تاخد مسئولية على العطقة بتبلش بتشتغل متل ما لازم تشتغل لما تكون الدولة منتظمة مؤسساتها منتظمة من رئاسة جمهورية إلى حكومة إلى كل المؤسسات نحنا اليوم لست في هذا الواقع نعم طيب لكن خلينا نعمل أول شي الدولي يعني إذا نحن مش قادرين نعتمد على دولتنا لأنه غير منتظمة وموفر رئيس والحكومة مستئلة والأجهزة ما في مصاري ومفلسط خلينا نترك لكي موضوع نهازحين عجنة ونشغل نركب الدولي ونظبطها وندخب رئيس ونرجع نرجع للموضوع دكتور إبراهيم الجوهري حضرتك باحث وأستاذ في العلاقات الدولية والانتخابية وسندخل معك من هذه الزاوية إلى موضوع رئيسة الجمهورية تسعة شهر نقاش صدمات انقسامات شعبوية إذا بدنا نقول مزايدات وصلنا اليوم إلى أن بدأ الشغور الرئاسي أن عكس على كل المؤسسات إذا بدنا نقول وتحديدا اليوم حاكمية مصر في لبنان بداية يعني إلى اليوم بأي مرحلة نحن بموضوع الرئاسي وهذا زي بدنا نقول تمدد هذا الشغور إلى المؤسسات تدعياته بعتقد نوضع الموضوع على بالتلجي ما في أي بوادر أنه بهال لنقول شهر شهرين حيصير فيه أي مستجد على الموضوع خاصا أن نحن هلأ صرنا بنص جولاي وفيتين على أوغس تعرف بقابلها بكل العالم تظهر من لبنان والديبلوماسية ومعش حدا يعني بعتقد رحت عليك خير لسبتمبر طيب يعني في نوع من إذا بدنا نقول في جمود ولكن نوع من التحريك واليوم إذا بدنا نقول إذا بدنا ناخد الموضوع دائما أي اجتماع يحصل في الخارج بنقول نحن منكون بإطار جدوى الأعمال الموفد الرئاسي الفرنسي المرتقب عطه إلى بيروت قريبا التقى المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار العلولة بالرياض ومن المحتمل أن يكون قد طرح الملف اللبناني وبالتالي في حال تم طرح هذا الملف قد يعطي دفع لهذه الزيارة أو العودة الثانية لدريون إلى بيروت هذا بأكد اللي هلا قلتلك لأنه من ما يبدو أنه هذه الزيارة ستكون نوع من البدء أو الدفع باتجاه حوار على جميع الأفريقاء يعني حطينا موضوع الرئاسي على جناب لأنه تضح بعتقد للفرنسيين أنه هنالك بسم مودة نسكر الموضوع طيب إذا نسكر الموضوع خلينا نقعد الجميع حول طاولة ونبحث بركي منلاقي ضوء أمل لأنه بيظل حرب أوكرانيا نعم وبيظل المتغيرات بالعالم الملف اللبناني بطل موجود على الطاولة يعني إذا فيه مانيو والدول الكبيرة بدأت تجي تحكي عبد هيدا فيه عندها أولويات بدأت كنا قبل نحنا يمكن تعرف أنت لما كنت رحل المطعم في أمران مانيو مانيو للولاد أنه أشياء صغيرة بالآخر بدروح كنا نحنا هناك بعد حرب أوكرانيا أنا بعتقد بطلنا موجودين المواضيع العالمية هلأ بس هنا حكب لبنان مثل ما حصل هلأ بالبرلمون الأوروبي خلوا الوضع على ما هو عليه روؤوا الحالي خلوا كل مواضيع مثل ما هي المهاجرين الناس حين هون نعمل شوية استقرار استقرار أمني مندعم شوية الجيش ببعض الأموال منحافز في عنا سوح استقرار تمام ما حدا عنده ولا طاقة ولا اهتمام يعطي أي شي زيدي إلى حين إلى حين مثل ما أقول الله يفرجها بدنا نشوف إذا الالتقاء الإيراني السعودي بكون خلص من الأولويات تعيته نعم وبلش نعم بلش يشغل بالملفات الصغيرة نعم يمكن يوصل دورنا إذا تغير شي بموضوع أوكرانيا وعلى ما يبدو في بعض المؤشرات أنه الهجوم الأوكراني يرجع بدأ يستعيد وهيدا وتغير الوضع على الأرض نعم فساعتها هونيكة روسية يمكن تنكفق قليلا بيتغير شوي بيفضوا شوي الأوروبيين والغرب لا يرجع يشوفوا الملفات غير هيك برجع بعيد نحنا علينا نهتم بحالنا ما في حدا عم يهتم صرنا نحنا بلغنا صرنا الرشد لازم نهتم بحالنا قطعنا بالمقلوب وصلنا إلى مرحلة الخرف إذا بدنا نقول ما بعد إذا بهالطريقة أيضا فيه اجتماع للجنة الخماسية لها أهمية هذا الاجتماع دايما بقطر يقال تنين بالنسبة إلي حيال له اهتمام بظل اللي هلأ قلتو حيال له اهتمام حتى لو طفيف كتير منيح كتير منيح للبنان لأنه ما عاش حدا مهتم يعني ولا من الجهة هاي ولا من لحن نحن نحن نقول لك أنه إحنا عنا أصدقاء خلينا نخيئ أنه بس بشرفكم طلعوا فينا يعني لحن نوصل لمطرح لنستجد مش المساعدة أنه بس قولوا الشي اسمه لبنان طيب ذكرت أنه بعد جلسة الأخيرة واضح فيه هناك هذا الأقفال نعم الذهاب إلى الحوار ذكرت أنه وحكينا أنه قد يكون لودريون هو قبل قبل أن يغادر سأعمل على موضوع الحوار بالواقت لا يعمل لصالح لبنان ولا كأنه قال هالكلام لأنه بعد المواقف مثل ما هي يعني صنع ثلاث سنين بالأزمة وكانت الأزمة بالأول بتنحل بصعوبة بس تنحل وكل شهر مرأ حقه غالي وأنا كنت بالأول أقول أنه كل شهر بديكلفنا بعدين 12 شهر لنطلع منه هلأ صرنا كل أسبوع بيكلفنا شهر بعد شوية حيصيد كل يوم بكلفنا شهر نحن عم نضيع وقت ما فينا نضيعه يعني قابل كنين حكى أنه بثلاث سنين أو بخمس سنين نخرج من الأزمة أنا هلأ أقل من عشر سنين للأسف يعني ما في شي وهلأ يعني خاصة في ظل ما يبدو ما يحاك في حاكمية مصر في لبنان طب بالدرجة على معوضوع الحاكمية بس لأدخل بموضوع الحوار الحوار هو بديل عن الانتخاب الرئيس لا ليس بديل لس لتطوية الأجواء يعني إذا لم نستطع نشغل على الملف دعونا نشغل على الملف حوار على ماذا؟ حزب الله يطالب بالحوار ويعدو إلى الحوار ولكن التمسك بمرشح وفرنجية المعارضة تقول لن نذهب إلى حوار لدعم ترشيح هذا المرشح حتى الحوار مغفر يبدو يعني ما بدك للفرنساوية يعملوا يعني الفرنساوية أجود يقول أنه مثل الله الله ديني عليهم أنه ليه جبتوا فرنجية ما بدنا فرنجية طب قالوا طب أوك من بدكم تاني جهاد أزعو طيب تفضلوا وصلنا على يوم تلانتخاب تضح في بعض الأفريقاء ما يعني ما عملوا وعدوا الباقيين أن يعملوا يعني بدون نحكي بالغاز العونية وجبران باستيل ما قدر يعمل اللي كان مفروض يعمل في جزء من النواب تقوله يبدو صوتوا بطريقات أخرى كانت الفكرة أنه إذا نجيب فوق الستين أو من قرب الخمسة وستين ساعتها فينا نقوله أنه خلص خلينا نمشي من بعد فرنجية يخلق نوع من التوازن بالقوة هلأ لما تسعة وخمسين وواحد وخمسين وعلى الطرف في عندك تماني صوتوا للبنان الجديد يعني بتعد واحد وخمسين وثماني ما بتعدهم هناك يعني صنات تسعة وخمسين تسعة وخمسين أنا هيك بعتبر هذا تحليلي فتسعة وخمسين تسعة وخمسين يعني بعدنا محلنا يعني بعدنا ما قدرنا نعمل شي فمن هون لازم نرجع إحنا الفرنساوية استعادوا أوكي طيب هيك ما بتكون وهيك ما بتكون طيب بتكون نحكي شو فينا نعمل يعني لأنه هلأ أكيد الحوار مش حيروح بتغيير الصيغة اللبنانية هذا حوار بعدين هذا حوار هلأ يمكن اللي يطلعوا فيه ونقولونه نحن عم نجرب معش معكم كتير وقت أو بالعكس وقتكم خلصوا هلأ عم تستنفذوا وقت مش معنكم ايه اشتغلوا وعملوا بس أنا ما بعتقدت حدا يسمع لماذا صورة اليوم وربما مقصودي للخارج أنه فريق الثنائي الوطني اللي بيسميه مش الشيعي بس يريد الحوار ويبدو كأنه فريق الآخر لا يريد الحوار هيك تم تصوير الأمر بعتقد لأنه اللي صار الدعم اللي صار لجهاد أزعور خلق نوع من الموجة اللي بعتقد خوفت الفريق الثاني فنوع من كسر هيد اللي بيسموه المومنتوم أنه نتجمد موضوع الرئيسي وخلينا ننطلق هلا للحوار لأنه يعني نوع من أنه إعادة باركي بيرجع بيتفتفت هيدا الجمهور اللي توزع حول الجمهر حول رأي واحد في حال طيار وطن الحر وبدأ الكلام وقالوا أنه بجبران باسيل أنه ما عد ذهاب إلى الحوار وبالتالي موضوع التقاطع بدأ بالتفكك أنا ما بعتقد هو كان في عنه يعني هو التقاطع كان كتير ظرفي التقاطع على اسم معين بظرف معين وبعتقد أنا خالص موقت دفنت الموقت أنا ما بعتقد أنه جبران باسيل صار من انتقل من جهة إلى جهة ما بعتقد يعني وين بيلاقي حاله بهالجهة يعني ما إله مطرح يعني حتى لو في بعض المواضيع يمكن بيحس أنه أحسن له كذا وفي آخر النهار هو كل أوته وكل شعبيته في مكان آخر في مكان آخر يعني ما نضحك عبارة ولكن كيف يمكن حتى الحوار أن تكون هناك قوة وازنة وقوة مساحية كبيرة غير موافقة على الاتيان بالرئيس الجمهورية باسم معين ليس فقط موضوع سليمان فرنجي أي مرشا وقوة مساحية مش موافقة والرئيس هو مروني كيف أنا بوافق معك بس دائما لكل رد فيه له رد يعني وكل حجة إلى حجة أنا بقول لك لا ما هو الرئيس لكل لبنان وليزم يكون رئيس ممثل لجميع الأفريقاء وكل هايدي المال الغنية اللي بتطلع مزبوط فينا نقبلها فينا نقول لا نحنا بكل وقت كل رئيس يعني رئيس وزراء للسنة رئيس البرلمان للشيعة ورئيس الجمهورية للمسيحيين كمين فيك تاخد بهذا الموضوع بس هيدا كمين كله فولكلور على الأرض مين يعني وين موجود القوة وين موجود التقل القرار القرار إذا نحنا بدنا نقول أنه لا عم نقدر نخلق قرار موازي قرار مواجه لنقدر نكسر هيدا الأحادية كتير منيح خلينا نشغل على الموضوع خلينا نسبت إذا نرجع نركز المواضيع حول جهاد أزعور خلينا نفكر يمكن أبعد شوي من الرئاسة طب هو إذا قدرنا نمشي بالرئاسة طب ما نرجع نعلق بموضوع الرئاسة الوزراء نعم طب نرجع نعلق بموضوع المجلس الوزراء طب شو بنعمل طيب إذا بنعمل نوع من الكمبرمايز على البعدين نرجع نقدر نخفف من التشنجات على الرئاسة بمعقول يقلط الموضوع إذن قد يكون هناك حوار ليس فقط على موضوع الرئاسة الجمهورية هي هذه السلة لأنه كي لا نقع في أزمة تانية نعم نعم بس أنا بجعب أكد أنه تحليليتي ومعلوماتي بتقول أنه هذا الحوار مش هيكون على الصيغة اللبنانية وهذه المواضيع الشائكة أنا بالنسبق لي ما بشوف هذا الموضوع حاليا يعني الكلام اليوم ما تتخوف منه المعارضة أنه وصلنا إلى مرحلة للقول لحزب الله أنه لحد هون ما بقى فيك تكفي يكون القرار بإيدك يبدو أنه الموضوع ما وصل لها المرحلة بعض القرار يعني الموازات والمواجهة المتساوية بعد ما وصلت لها در حاجة الواحد دائما يجب أن يخلق شوية بعلمانية أنه القرار لحزب الله أكيد عنده تدفل بس معا القرار بعده ما وصل لها يصير قرار أحادي يعني ما في يقول كن فيكون في يدفش نوع أنه تسير بعطيت بعضنا ما وصلنا يمكن أن نوصل مهما ما ضحكة بعض يعني بالتكرار لهذه المحطات عم نقرب بس بعضنا لحد هلأ في نوع من حدا عم بيقول لا حدا عم بيقول لا يعني بده بده دفشي لنوصل لهونيك بس بعضنا ما وصلنا لهونيك نعم إن شاء الله منوصل حكينا موضوع يعني تمدد هذا الشغور للمؤسسات وما أنا ذكرت دكتور إبراهيم الجوهري حكمية مصر في لبنان كان معروف أنه الحاكم بتموز رح تنتهي وليته ليش انطرنا لهلأ بصر تقليد لبناني الانتظار إلى آخر ثانية من آخر دقيقة وهونيك ساعة بقوله بركي بينضغط على شي بركي بينعمل شي لنقدر بس للأسف دايما بهال بهال دقائق الأخيرة بيصير كتير يعني بتخبص المواضيع بالنسبة لي كتير خطير اليوم من خلال ما جرى من معطيات موضوع النائب الأول موضوع النواب الأربعة هددوا بالاستقالة ولكن هناك نوعنا من المعالجة برأيك المخرج دكتور إبراهيم شو هيكون أنا ما شايف مخرج أنا عم بتخوف من اللي عم بيتحضر أستشرف ناس عم بيعملوا نوع من المكيدة إنه بيستقيلوا الأربعة أوكي يحكى إنه صار موضوع قريب وبس لنتهي العهد الحاكم بتفلت الدولار ومنصير بمئتين ما بعرف أي الرائم يعني مش عم بخوف بس أنا هيك شايف وساعتها بينقيل ما شفته وبيرجع بينعمل نوع من الديل إنه بترجع النوع من الحاكم إلى استلام بطريقة أخرى حاكم رياض سلامي تمديد؟ مش تمديد يعاد التعيين؟ من اللي إله مخرج لبناني بطريقة لبنانية هو من المخرج بين عين التيني والسراي؟ يبدو أوكي عحساب مين؟ عحساب مين؟ عحساب نحن عحساب اللبنانيين اللي عم بينلعب فينا بهذه الطريقة ولكن رياض سلامي اليوم كان عنده تحقيق مع القاضي وحجز عم ومتلكاته بفرنسا وفي قرارات يعني عضائية وفي اتهامات وبالتالي يعني أي منطق يعني يعني عادة اكمال الولاية تاني وش اللي بيفسر انه النواب الاربع عبدو يستئيلوا عم بيهددوا بهالموضوع وش اللي بي تيلوا انه ضغط سياسي ليقولوا وش اللي بيفسر كمان الموضوع الدولار يعني دللينا ثلاثة شهور ما عبيتحرك ثابت ثابت هلأ فجأة عم ينزل أنا بالنسبة إلي لما ينزل بيكون معتها بعدين ما درجع يطلع وواضح بيكون حانا عم بيسموه عم بيكيش الارباح تعيته نعم بعدين ما نرجع نطلع ليه بهذا التوقيت وكل العالم عم تحكي انه شو بده يصير وهلأ صرت آري ثلاثة ثلاثة أربع أكتر عشرات من المقالات الصغيرة على الواتس أب انه مين مثلي من السيرفة وإذا بطلت مثلي من السيرفة بدأ تخرب الدنيا وواضح انه في حدا عم بيكوب كمية من المعلومات مثلي يا أما الرئيس يا أما الفراغ يا أما الحاكم يا أما الفوضى يا أما الفوضى لماذا لا يستلم النائب الأول للحاكم مهام حاكمية المركزة أنا أرى بالعكس أنا أرى أنه في الضغوط السياسي أنه لا يستلم لماذا؟ لأنه شيعي لا لأنه البدن الذي يستلم يعمل مثل المهل يعمل مثل مصر له ثلاث سنين يعمل ما يعني ولا شيء يعني اللي عم بتقوله كأنه عم بتقول أنه رياض سلامي بعد منه كبش محرقة ولا كبش فداء رجع هو والسياسيين تكتلوا واتفقوا كبش فداء يمكن بحيال لحظة يصير هيك بس لحد هلأ السياسيين حمينه حمينه لأنه حمينه وحامي التركيب المعمولي لأنه إذا هلأ ما بيكون عم بيصير اللي عم بيعملوا رياض سلامي بنروح على صندوق النقط الدولي ما في حالتين ما بينترك الموضوع وصندوق النقط الدولي بده يفتحوا دفترك وما حدا بدي يفتح دفتره واضح بلبنان ما حدا أبدا بدي يفتح دفتره ولا يعمل أي نوع من إصلاحات صلنا السنة ماضيين ما حدا نعمل شي وصلنا ثلاثة سنين من وقت ما نحطط الخطة لازار فينا نحبها فيها ما نحبها بس كان فيها عليها الأسس الخطوط العريضة طيب صلنا ثلاثة سنة ما عملنا الشي وصلنا سنة كمان ما عملنا الشي معناتا في ناس بدون يدلوا الوضع على ما هو عليه ومن هنا طي ملف التدقيق الجنائي وعدم كشفه وعدم نشره طبعا كله يعني كله بسياق واحد وأنا أتهيأ بالأسبوعين الجيين الأفضل إكمال رياض سلامي أنا بنسئل بالمهمة أحسن ما نقع بالفوضى الأكبر هن هيك عم جاربوا يعملوا أوكي الأفضل أكيد أنه تنتظم المؤسسة ويعين حدم من يعين حاكم المركزي حكينا بعض الهجوم والحملات على الحكومة أنها تتخطى لحدود صلاحيات تصريف الأعمال كيف يمكن لحكومة أن تعين حاكم للمصر في المركزي هلأي حكومة مستئيلة وما عندها وهذا وما في رئيس ودستوريا البضع مشكوك بصحة طيب كتير منيح طيب ما صار له البلد ثلاثة سنين مشكوك بصحة الدستوريا وعم نعمل الشي أنه الضرورة تبيح المحزورات وعم نعمل وعم نتلق تشريع الضرورة وتعين الضرورة يتعين حدا من هلا يعني يحطه يعين إلى انتخاب رئيس جديد ويعين محله واحد تاني الحلول موجودة يعني كمان ما بدناش نكبر كتير الجرة أنه طيب أوكي بدناش نعين حدا لأنه الرئيس الجديد لازم يعين عال ما فينا نعين حدا ونقول يعين إلى أن ينتخب رئيس جديد لأنه يقال أنه كيف ستلزم رئيس جمهورية جديد بحاكم على 6 سنين ما بدنا على 6 سنين فينا نقول بالجملة يعين إلى حين الدولة يتعان بدي يعني مجلس الوزراء فيه قول بيسموه انترم ام انت معين إلى أن ينتخب رئيس جديد فين ينقق واحد من الأربعة يقول له إذا الأول ما بده الثاني الثالث الرابع بيلاقوا حدا ويقوله انتو عين إلى أن يقال العمل بين عين الثاني أو الرئيس بري والرئيس ميقاتي على تعيين النائب الأول وبالتالي بيمشي الحال في حال هذا نوع من الإخراج اللي متلع أقول لك عنه ممكن ممكن إذا استقاله أربعة أو استقال ما بعرف بالتراتبية إذا استقال الأول بيصير الثاني هو الأول لا هو الأول بس إذا استقال أوكي السبب كان القرار جماعي إذا استقالوا الأربعة لكن يعين أربعة غيرهم أو واحد غيرهم ويكون تحت اتفاق الأفريقاء السياسيين ساعتها هيدا مخرج بتصريف الأعمال لحين الانتخاب الانتخاب رئيس وتعين حكم ساعتها سهل تشيل وتحط نائب حكم مصرف لبنان على أنه تعين هذا حل من الحلول اللبنانية إذا بدك بالتداول أنه رئيس الجمهورية المسيحة دوره مغيب ومش موجود الكرسي شاغر حاكمية مصرف لبنان ماروني مسيحة وأيضا كرسي شاغر وقد يكون نائبه وهو شيعي يعين شفنا بالأمن العام شو صار بالمقلوب بس ولكن هذا يعني في نوع من النأزة أنه ما الذي يجري بهذه المواقع لماذا يتم أخذ هذه المواقع على مكان آخر بدك حتى بالسياق أوكي نحن صارنا ثلاثة سنين صار في إنهيار للمنظومة بعدين تقرر أنه مش حنقول إعادة إنعاشها بس أنه بقاءها على قيد الحياة حتى لو بالمينموم ودلوا بالموجود بالموجود ودلوا هلأ يتم تفريغ هايدي المراكز بنوع من إذا مش وضع اليد عليها لما أنت بتعرف لما تحط أشياء أكتر على الطاولة بتكون أنت إذا بدك تكبر الجائزي لتقدر وتسهل بعدين تقدر تعمل ديل على الموضوع أنه أوكي إذا بدنا نجيب رئيس طيب أوكي أنا بيخد لكن الحكمية وأنا بيخد رئيسة الجيش وأنت بتخذه الرئيس بتتسهل هايدي دخلنا إلى موضوع بعد حكمية مصروف لبنية لنشوف كيف المعالجة حتم بعد كم شهر مثل ما صار بتموز نوصل للمؤسسة العسكرية وقيدة الجيش والمجلس العسكري هنقع بنفس المشكلة موضوع يبكي هايدي بس إذا يعني بيقو مثل مرة إلا أنشتاين إنه المجنون هو اللي بيعيد نفس الخطوة وبتطلع معه نفس النتيجة وبيرجع بعيدة وبعيدة وبيفكروا إنه حتتغير إلا إذا كان قنصد يعملها هون كأنهم عم يعملوها في أنا دايما بستصعب أنه في حدا نمخطط لهالقد بعيد من يعني من الدرق اللي وصلنا إليه كيف معناتها ما في حدا قادر يخطط لهالقد بعيد عم بيصير إنه استل شي إنه بركي منجرب بركي منحصل على أكتر بركي دايما عنا إياها هايدي بلبنان سياسيا إنه نحنا بتعرف بسمو كيكينج ذي كان دون بالإنجليزي إنه أنت تكون ماشي على الطريق بتلاقي حجرة بتقوم بدل ما أنت تجي وتقعد مع أشخاص وتزيحة عن الطريق وتمشي بقوم أنت شو بتعمل بتتفش نزول وتقول هلأ بعدين منشوف بعد ثلاث أربع مرات بتلاقي ها بتكون كبرت بدل ما كمين ترجع تفكر وتخلص منها لا للدولة عم نحكي عن مؤسسة الجيش يلي بعد المؤسسة يلي الكل يجمع إنه لها حد الآن هي الضامنة للذي يجري بالبلد طب كيف نصل إلى شغور بالمؤسسة العسكرية يعني كيف بيقبلوا كيف بيقبلوا إنه يصير فينا هاي عم نحكي على قبل كيف بيقبلوا إنه ما يكون في رئيس كيف يقبلوا إنه يكون الدولارة كلا بتسعين وبكرة ما ما عرف بقدي باعتقد أنا نحن دايما لازم نرجع إلى القوانين وإلى المؤسسات زي ما هي هيدا بالجيش فيه عنه انتراتو بي إذا شغل مركز قائد الجيش فيه اللي بيسلم من بعض رئيس الأركان الإشكال إنه معلنا رئيس الأركان بدا نعين حدا تاني عال باللي تحته طب شو شو بنا نعمل ما البلد يتم إذا بدك تفكيك فيه نوع من الهيك الانتظام تفكيك الانتظام أو استل شيئان أو مثل ما كنت يمكن عم بتقول إنه في حدا عم بيخطط هيك لإعادة الاستيلام بعدين ما بعرف أشك بس إنه بس دايما خلينا نرجع نحنا على القوانين والخطوات الدستورية اللي لازم تصير طيب ما في قائد جيش ما في رئيس أركان ننزل اللي بعده قد نصل إلى الأزمة بموضوع المؤسسة العسكرية لأنه أيضا اسم قائد الجيش ما تروح للرئاس ستزيد يعني أكثر تعقيدا في هذا الموضوع وفي حملة أيضا على قائد الجيش وعلى الجيش بشكل عام في هذا في هذا الإطار أشرت لهذا الموضوع لجانب موضوع المواقع في خطورة أنه ما الذي يجري في هذا التفتيت لهذه المؤسسات والتي قد تصل إلى الشغور التام وكأنه للسيطر عليها للاستلاء عليها وتغيير المعادلات والتوازنات السياسية والطائفية بالداخل اللبناني في هذا الخوف طبعا في هذا الخوف بس بأعتقد حسب التاريخ علمنا شغلي أنه بلبنان ما فيك تغيير المعادل على البارد وأنه بتفريغ ونقص السيطر المعادلة بلبنان تطلب تغيير التوازنات قبل الطائف من خمسة لستة من خمسة لستة لنزيد واحد لتصير ستة ستة كلفتنا حرب خمسة عشر سنة مئة وخمسين ألف قتيل ونص مليون مهجر هلأ إذا فضية مركز قائد الجيش وفضية الحكمية حدا يقدر ياخد البلد لا ما هي بتصير الأمور فبس أنا اللي بيقلقني أكتر أنه في عنا كارسة اقتصادية ماشية ومتروكة وسائرة ورب رعيها مثل ما يقوله بتبعي على الكاميونت متروكة انتخاب الرئيس هو المدخل أكيد مش هو الحل طبعا الحل حيكون صعب وموجع على الأقل نبلش لازم أكيد نبلش البطرق الراعي كان طرح اقتراح أنه نفوت على جلسة بنعمل انتخاب إذا لا عدورة اثنين ثلاثة نروح على خيار ثالث طبعا أوكي بس نحنا دورة ثالثة ما نعمل وقفت عندهوني وعاد طالب أيضا بمؤتمر دولة من أجل لبنان ما حدا فاضي من يستجيب يعني ما في غير الفرنسوية وشكرا على فكره يعني كتير تمه الهجوم على الفرنسوية أنه اتهامات وكذا وبالنسبة إلي معظم الانتهامات يعني ما على الواحد حتى يذكرها يعني مثلا مثل الموضوع أنه أخدوا المرفق تعرفوا الشركة اللي أخدت المرفق سم مالتي بليون واحدة من أكبر شركات بالعالم مرفق لبناني كله سوا مئة مليون يعني يشكروا ربهم في شركة جت أخدتهم ما حدا يعني يعني يفكر أنه حيغيره ماكرون حيغير سياسته العالمية لعشان يعطي سي جي أم سي جي أم آه سي 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 أم المرفق لبناني بتطلع رفنيو بالسنة بين 20 و 30 مليار دولار نحنا كل المرفق سوا ما أخدت بعتت 75 أو أو 80 مليون دولار سخيف لا ما نحط الحق على ميرسي أنه عم يهتموا فينا يقال أنه ماكرون أو السياسة الفرنسية هي قريبة إلى حزب الله أكتر من أي فريق أخ هيك كان الاتهم بس كمان أنا ما بلقيها مظبوطة في السياسة الفرنسية وقعية وعم بتشوفش عم بصير على الأرض وإنت في ظل التشتت من هيدا الجهة وفي عندك حزب الله قوي بدنا نتعمل معها بإذا بدك عملانية بس ما لازم نقبل في فرق نحنا لازم نقول أوكي هيدا هو الواقع بس نحنا بدنا نجرب نغير بس نحنا كمان هو أني منفس الشي مثل ما أقولك الدولة عليها لازم تاخد تعمل شغلة لتحسن الوضع ونحنا كمان لازم نشتغل على حيننا لنحسن الوضع بالفترة الأخيرة وحضرتك ذكرت موضوع تعديل الدستور ومش وقته أيضا الرئيس بر من يومين بكلام لأنه لنطبق الطائف بالأول لحتى نبحث عن تعديله ومش وقتها قيل هذا الكلام ولكن تم التداول موضوع فدرالي موضوع تغيير الدستور موضوع حتى أنه حزب الله يعمل من خلال الفراغ للوصول إلى طرح موضوع مؤتمر تأسيسي أو تعديل الدستور برأيك الأرضية اليوم جاهزة لهذا الكلام؟ أكيد لا أرجع بعد لك أننا لدينا أزمة سمية الورد بانك واحدة من أكبر الأزمات اللي صارت بأخر مئة سنة في عالم مش عم تلاقي أكل اللبنانية عم يخاطروا بحياتهم وحياة أولادهم وعائلاتهم عم يطلعوا بالهجرة الغير نظامية ويروحوا على أوروبا أكيد أكيد مش هلأ الوقت لنقدر نقعد حول الطاولة ونتناقش كيف بدنا نكون النظام اللبناني ونغير التوازنات هيدا لازم طبعا لازم بوقت ما لابد من تعديل جيبوا رئيس حلوا المشاكل الأنية خلوا اللبناني قدر يعيشوا بيمشي القطار على السكة بنشتغل متل ما دايما بيشتغلوا عادي الشاطرين فيها دايما السويدية والنروجية بيشتغلوا تراك تو عالسكات على جنب كيف وصلوا الى الاتفاق السلام بين إسرائيل وفلسطين بيقوصلوا دلوا سنتين ما حدا نعرف يروحوا يجتمعوا فتحوا الإسرائيلية ويحكوا بالمواضيع لا وصلوا على النقطة نحن علينا كان لبنانية نهتم بالأمور اليومية نرجع نطلع شوية فوق الماء نقدر ناخد نفس نمشي قطار الاقتصادي على السكة ومن هناك منبلش نحكي بالأمور المصرية والكبيرة وفيها نحكي بطبيق الطائف وبمعضوع خلينا نطبق وبعدين نعدل بس نفس الوقت ما في عندي مشكلة ما لازم يكون في أي تابو بهالمواضيع بس مش هلأ ومش بهالطريقة هل يجب أن يكون هناك أزمة مثل ما صار قبل الطائف لحتى نذهب إلى تعديل أو ترتيب أو تطوير أو تنظيم النظام للأسف التاريخ اللبناني بيدل على ذلك ما قدرنا ولا مرة نغير الصيغة إلا على الحامي خمسة وسبعين تسعين وألفين وثماني بالدوحة ما للأسف إن شاء الله هالمرة نقدر ولكن هذا الأمر يبدو أنه بعيد اليوم يعني إذا في حد نعم يفكر بكل اللي عم يصير في دليل أو غيره وبكل الوضع العالمي إنه نحن هلأ نقعد نفتح الموضوع ما بعرف أساسا بحاجة لرعاية عربية أو دولية بدك رعاية بدك تنظيم الموضوع بدك أفريقاء بدك أفريقاء ممثلية عن جميع الطواقف في عندك مشكل عند الطائف السنية إنه ما في عندك يعني شو من نعمل من قاعد عشرين ممثل عن طائف السنية وهنيك تلاتي بتلاتي بتلاتي يعني في عندك في مشاكل بدك حل لا نقدر نوصل لا نبدأ نحكي بطريقة حتى ما قدرنا يعني بموضوع تطبيق الطائف لا تم تشكيل مجل الشيوخ ولا تم تطبيق الإصلاحات ولا موضوع يعني إذا بدا نقول وبالتالي قد ننتقل إلى مكان آخر قبل إنجاز الأول دكتور إبراهيم الجوهري أستاذ العلاقات الدولية والباحث ننتقل إلى موضوع الجنوب تحديدا موضوع الجدار والخيمة ولكن ما بين الجدار والخيمة شوفي يصير للقلق الموضوع وما بعرف ليه بهالوقت بالذات يمكن لأنه كل الأفق مسدودة وما في حنا يهتم فينا فممكن حدا نفكر أنه من الأفضل بيقولوا نكوب حجرة بالمياه الراكدة ما بعرف بس خطر عم نحكي عن الغجر يلي بدأت بالموضوع القدم إذا بدنا نقول والتالي تطور الموضوع على مكان آخر أنا بالنسبة للموضوع خطر وبيصير قلقي يعني ما لازم نروح بهذا الاتجاه بظل الوضع الحالي بظل الوضع الإسرائيلي الداخلي المتأزم ونحن عنا بالفراغ وعدم وجود دولة منتظمة وبعد شوي فراغ بالجيش وفراغ رئيسي وفراغ بال ووضع الاقتصادي بس تخيل شوي حرب تموز بهذا الوضع المناوشات التي تجري واليوم تحديدا في هذه اللحظات في هذه الأوقات يعني مجموعة من المواطنين الجيش الإسرائيلي ألقى قنبلة يبدو كان هناك مفرقعات وفي بعض الجرحة أيضا يعني بأي لحظة قد تطور الأمور يعني ببعض موضوع مناوشات وخط أزرق واجتياز لهذا الخط من يتابع من عليه أن يعني يضبط هذا الموضوع اليوني في الوحدة بتكفي الدولة اللبنانية يعني نحن عم نقول ناس الوقت يعني يمكن عم نقط حالي عم بقول أن الدولة تتفكك وناس الوقت عم بطلب أنه بس حتى مع هيك في عنا أجهزة الدولة عليها القيام بمسؤولياتها في عنا مع أن الحكومة مستئلة بس في عنا هيدا حكومة بتلعب دور تصريف الأعمال عليها تاخد الوضع تمسكوا بإيدتانا وتوقف الموضوع يصير في حوار مع الأفريقاء الموجودين على الأرض مع اليونيفل لازم كل واحد يغل مسؤوليته ما بيصير بلد يدار بهذه الطريقة ما تروك الأمور على هلأ منشوفه بس لا تصير المشكل ما نروح منجرب نحلها روحوا قد مساكلة مجلس الأمر شو مفروض ينعمل ينعمل أوكي ما عندي ما بالعكس إذا فينا نقدم شكوة نقدم شكوتين مش شكوة وحدي ولكن يقال أنه كل ما يجري فيه وراءه أبعاد ليس فقط موضوع غجر وموضوع خيمي وموضوع جدار وبالتالي قد يكون قد يؤدي هذا العمر إلى ترسيم بري أو البدء بالضغط باتجاه ترسيم بري وارد نحكى بهالموضوع ومفروض هوكشتاين كمان عم بيقوله وطلبه يقال بدي يعود كل ما يخفف التأزيم على جميع الحدود اللبنانية هي الجنوبية والشمالية والشرقية ما عندي مشكل كل ما فينا نعمله لنخفف الأزمات الخارجية لنهتم بالأزمة الداخلية أنا معه بما أنه كان الرئيس بري والرئيس مياتي هني كانوا وراء ترسيم البحري إيه إذا بيقدر كمان يعنوا ترسيم البري هيدا شي كتير نيحلى لبنان بالعكس بعد الترسيم البحري يقال أنه اليوم الأمن مضبوط على توقيت داخلي وحتى إقليمي يعني ممنوع تجاوز أكتر حتى الصواريخ بالأراضي المفتوحة يعني ما معرف إذا ممسوك أو هن الأفريقاء ما حدا بده بحاليا حارب بس الموضوع في أزمة بإسرائيل بإسرائيل في أزمة وهون إيه إنه ما حدا فاضي ونفس الوقت الأفريقاء العالميين كمان مش فاضيين يعني ولا إيران فاضي هلأ يكسير في عنا مشكلة في لبنان وأكيد ولا أمريكا ولا حدا فبعتقد إن شاء الله تنتهي بزوعة وفنجين ويرجع جميع إلى قواعده السالمين الترسيم البري قد يكون على طريقة الترسيم البحري يعني حزب الله هو من يتولى التفاوض والموافقة بغياب هو ظاهري ولكن غياب كله أصلا موضوع ترسيم البري أنا معلوماتي سابقا بالموضوع إنه بعدش كان فيه ست نقاط أو سبع نقاط وبتنحل ما أنه معقد وما فيه ما فيه بترول يعني عم نحكي متر ورمل مش مشكل أكيد نحنا بدنا 10452 فإذا فيه متر بالناقص هون بدنا متر بالزيد هون ما فيه مشكل اهتمام بالبحر لأنه فيه طروة طبعا بس هون يعني ماشي إذا أخدنا شوية من عندك وعطيتك شوية من عندي مهم نخلص من الموضوع بأقل أضرار ممكن عندك إشكالية مزارع شبعة والأوراق من سوريا وموضوع أعلم بعتقد الترسيم البري يعني بيوصل لحد مزارع شبعة ومخلصوا وبعدين هديك قضيتين منصير بالحدود برية مع سوريا مع سوريا بدا أوراق بعتقد أنا خبروني واصلين بس معوقين شوية بأي جيل سلهم عشر يعني بأي جيل ممكن نصد لحدة ترسيم بدك شوية كم سنوات ليوصلوا دكتور إبراهيم الجوهري ذكرت خلال حديثك معنا موضوع التفاهم الإقليمي متفاهم العربي اليوم مسار التفاهم السعودي الإيراني برأيك يسير كما هو مرسوم بمندرجاته أو تأخر أو تعثر من البين للعلن أنه لحد هلأ الاتفاق اللي صار على موضوع اليمن نعم ماشي حالو يعني ما عم نشوف لأي هجوم من جهتين وضع باليمن مستتب ما فيه أي هجوم على السعودية بعتقد وصلنا يمكن للنقطة التانية النقطة الشائكة أكتر شوي هي بعتقد موضوع الكابتاجون وعب تتوحح حل حل يبدو مو بعرف وكمان في عنا التعاون مع سوريا طبعا وهنا كنت جيي لك أنه موضوع سوريا كمان يبدو أنه نفتحت العلاقات وعم بيصير في مباحثات بالموضوع عم يقبل حقها بل شو ما يصير بس يخففوا لي أزمات وضغط على لبنان والله ما متحمق العالم مش عم بيقدر بس نحن ممر ومصنع كمان طبعا بلاي الكابتاجون موضوع 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 خطير وبيودي لها إذن إذا يسير قد يستفق قيل وقت أنه مجرد مصار التفاهم السعودي الإيراني فجأة هذا الترحيب وقد ينعكس على لبنان سريعا لا لا برجع بقول لك قصت المانيو حتى بموضوع الإيراني السعودي بدون يخلصوا بلش أول شي اليمن كابتاجون سوريا عراق يمكن ساعتها منحبين حكى فينا إذا بقي بلد متشهول لازم كون متأملي وأنا دائما بتأمل بالشعب اللبناني بيعرف مصلحة التفاهمات أيضا يعني إذا حكيت موضوع الحرب الأوكرانية الروسية موضوع العربي شرقا وموضوع ما يجري بدنايته مؤخرا هادي تشكيل جبهة نوع مني من الجبهة وبالتالي يعني هذا الشيء الإقليمي الكبير والدولة نحنا يمكن قلت أنه من على الأجندة نهائيا وبالتالي يجب على الربنان الاهتمام بشؤونه ويحاول مع الخارج قدر المستطع عبر الموجود حتى لو ما فيه رئيس جمهورية فيه نحن 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 عنا دستور والدستور بيقول إذا ما فيه رئيس جمهورية بيصير رئيس الوزراء وحتى لو مستقيل بيصرف أعمال طب خلينا نتبع الدستور لمرة ونشتغل بالقادرين ومش قادرين عين غيرهم يخي عنا هني ما خلينا نشتغل فيهم ما فيه يعني الدولة هي هرم وفيه تدرجات مثل ما حكينا بالجيش مثل ما حكينا بالحكمية فيه طرق إلا إذا في حنا بدوا التعطيل التعطيل وساعترفتنا بالكونسبيري سيري أنه تفتت الدولة بعد أن يستلمه بس ولكن هل بقي من دور للبنان يعني بعد في حدا بيهتم بدوره برسالته غير شعبه الناجح بالخارج أنا بوافقك وهيدا من الأشي الليزم يتبحث فيها بعد ما نحط القطار الاقتصادي على السكة وتنتظم المؤسسات بالحد الأدنى أنا ما بطلب المون أنا بحكي بحد أدنى ساعتها منعمل حوار تراك تو منحكي بهالمواضيع شو هي نحنا لازم نتفئ على هويتنا اللبنانية نحنا البلد نعمل ب لا لفرنسا ولا للعرب ما فيك تعمل بلد لا لأين بدك تعمل بلد بدك تكون عندك هوية نحنا شو بدنا نكون رفيق الحريري كان عنده عم بيقول انه بده يعمل لبنان متل دبي لأنه نحنا موجودين حد إسرائيل ممكن ما زبطت نعم نحنا هلأ شو بدنا شو بدنا يكون هوية لبنان شو نطمح فيه بدنا نقعد نحكي قبل ما نوصل على تغيير الدستور وتعديله وكل هالحركات نحنا شو بدنا من بلدنا بدنا يكون أنا مثلا بحلم يكون بلدنا مثل السويسرا أنا شخصيا هيدا ما برزم حدا فيها بلد هو بيساعد على حل المشاكل ما بيجيب مشاكل وهو عيش حياد حياد ما بدينا تعطى مع حدا عنا شاطرين بشو شاطرين بالبنوكي شاطرين بالجبن شاطرين بالتفاح بسكن تبا وعرف بسياحة بشو بسياحة منشتخل على حالنا منزبط أوضاعنا بيصير بلد متطور حلا أنا هيدا أنا يمكن في غيري عنده رؤية تاني بتذكر أنا دايما وليد بيك اللي بيقول بدك تكون هانوي ولا بدك تكون هونغ كونغ صح إذا مش قادرين ندفع على هوية فينا نقعد حول طاولة ونوصل لشي كومون بالنص إنه شو إذا ولا هونغ كونغ ولا هانوي بركي منلاقي مثلا ما بعرف سنجابور شو بعرفني منلاقي شي بالنص عليتك دايما أنا متفائل منلاقي شي بالنص ونشتخل عليه بس بدنا ندفع على الهوية بس لنلاقي الهوية البيئة سهل نحن لا هلأ لبنان ما فيه هوية ما لقى هويته لأنه بنية على لا أين كانوا المسيحية عملوا كومبروماز قالوا أوكي ما بدنا نحن ندلنا تحت الفرنسوية وبوقتها المسلمين بس ذهبوا للغرب لا للغرب إذا بدنا والمسلمين قالوا طب أوكي نحن ما منعمل اتحاد مع العرب وخلق لبنان على لا ولا أوكي ولكن بقي بحاجة لكل للغرب وللعرب طبعا وبسبلهم وبعد نقصين وبسبلهم طبعا بيوديلهم مشاكل وبعد نقصين وبطلب منهم مساعدات طبعا قبل أن نصل إلى هذا الموضوع نحن مطلوب مننا نوع من الإصلاحات إذا جاني غدر نضع الموضوع عن انتخاب رئيس جمهورية حكيت موضوع صندوق النقد خط التعافي إصلاحات اقتصادية وبنيوية وإدارية أحد الشروط يعني البديهية من شان صندوق النقد وحتى المؤسسات الدولية لمساعدة لبنان معملنا شي هنعمل لازم نعمل أكيد لازم نعمل شو الحل الثاني مدلمة لما نحن شوي شوي عم بيضاقلوا كانت تسعة مليار حيصيروا ثمانية بعدين سبعة ومعامل نعمل شي وأن الكهرباء في عنا عم بيساعدنا العراق مشكور وبعدين بركي ماشى عنده بركي وقفت انصصتينيب اللي عم بيسير في عنا واحد اثنين ثلاث اربع نعملوا بالموجودين بالموجودين يعني الناس الموجودين إذا منقدر أكيد ننتخب رئيس ونحل أكيد بليز يعني بالجانب الاقتصادي تحديدا مجلس النواب لمعطل لأنه في رفض للتشريع وبالتالي شو بدك وين بدك أين سيتم تنفيذ هذه الإصلاحات يعني الخلاف على موضوع الحكومي والضرورة والتشريع والضرورة رجعنا إلى ذات الحربة المفرغة خلينا ننتخب رئيس بعد ما ننتخب رئيس نتفق على رئيس وزراء نتفق على حكومي بينتزم العمل نروح البرلمون نبلش منشرع نبلش بالإصلاحات واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة في طريق واضحة كمان ما بدا ما بدا يعني جراح دي عايش بالشأن الاقتصادي المودعين رجعوا من الأول وجديد في هجوم على المصارف و أنه مبلوم والكلام أنه كل كلام اقتصادي يقال ما حدا يجزم بموضوع المودعين وموضوع السياسة المصرفية في ضوء رجعنا لموضوع حكمية مصر في لبنى ايه وهلأ يعني كمان بجعب لك ما قلت لك بالأول أنا أتهيب بالآخر الشهر لما يمكن تلعولك بفرامنات عجيبة غريبة يمكن يلغو كل الفرامنات يمكن يعني وضع هلأ هو اليوم موضوع منسة صغيرة فموضوع اللعب سير بموضوع الدعم والاحتياط وغيره هو مهدي الوضع لا كل مهدي هلأ سوح في عندك كنا شايفين حولي أنا أنا وجاي بعلقة بعجق طويلة عالدة وشي حلو كل اللبنانيين رجعين ع بلدهم وعم يمبسط وكذا فوين بس كمان هدا ما لا يبنئ اقتصاد هيدا مسكن صغير مسكن تستغرب هذه الصورة هذا التناقض بين لبنان يلي هو بغالبيته بين هيار وفجأة وكأنه بلد تاني بهرجانات وسياحة وصيفية وكأنه ما في شي لا ما بيستغرب بس ما لازم واحد يغلط هدول ما بيشكلوا عشرة بالمية من سكان لبنان ما لازم واحد يغلط ابدا مش ان يقول يشوفوا اللبنانية عبنى في قرطة وماماكم مصاري ما تغلطوا ابدا هدول ما بيشكلوا عشرة بالمية هدول شوية سواح وشوية لبنانية محظيين بيشتغلوا برة أو بيشتغلوا بهيدا السواد الأعزم من لبنانيين 90% هم في أسوأ الأحوال متركين لقدروا طعم نعم وما في حدا يهتم فيهم لا كمان لا قوي في لبنانية تانيين في أولادهم مغتربين في ناس عم تهتم فيهم عم بتأمن الحد الأدنى بس دولتهم ولا يمكن يومي كله موقت كله موقت البلد كله هلأ عيش عط الموقت ما في حدا عم بيقول لك شو بينا نعمل بعدين قد نصل إلى يوم شو بنا نعمل بعدين يعني بحاجة إلى إلى صدمة بحاجة إلى شو في شغلتين دين بقولون غير أنه انتخبروا أي شو عملوا اي إذا مش قادرين أنا دايما بتأمل باللبنانيين بالعظيم الصمير أسير اللي قال عودوا إلى شارع تعودونا للوضوح يعني لازم منزل لبنانية على الشارع أنا بلاحظ أنا سألتك يعني لأنه يعني بعد ما وصلوا لبنانية إلى هذه الحالة من التعب من الظل من الانهن من هكين ما قادرين يقوموا بحياة اليومية تطلبوا منهم ينزلوا على الشارع أنا ما بطلب هني لازم يقرروا ضد مين ضد الطبقة لحكمتهم يلي يلي ما عساس بالانتخابات بدون يغيروا ما غيروا ده غيروا غيروا أوكي لو ما لو ما اللبنانيين انتخبوا بالانتخابات متل ما انتخبوا كان في عندك هلا رئيس قاعد بب عبدا وهو ما حدا يسخف اللي عملوا اللبنانية اللبنانية قدروا يغيروا بالمعادلة الكل اللي عم بيصير هلا قدرنا نوقف ونقول لا لأنه اللبنانية قالوا ما بدنا وغيروا بطلات عشر نايم بطلات عشر وطناعش بس بطلات عشر نايم نعم لو ما هدولي كان سلامان فرنجية وين رئيس تعود وتؤكد طبعا مية بالمية ولا بتنازل عنا ولازم نشكر اللبنانيين انتخبوا العرفوا كيفين تخبوا والمرة الجاية سنتخبوا أحسن المطلوب انه أكتر أكيد مرة الجاية عشرين وخمسة وعشرين ولكن ذهبنا إلى التعطيل لأنه مجلس النواب ما في أغلبية لا مش تعطيل هن اللي عم بيعطل مين الافريقاء البقية لما ملاقي حنو هيربحوا هن اللي مش عميزوا على مجلس النواب بس اللي اللي انتخبوا التغيير لا عميزوا على مجلس النواب في اتنين قاعدين بيتين هناك لازم ننده من عبي عطر اذا في حال كان وقتا موضوع انه حكومة وغير حكومة ورئاسة وانتخاب رئيس اللبنانيين اذا نزلوا على الشارع شو ما طلبوا هيكون هالمرة غير اللي قبل كتير مهم انه موحد نزع على الشارع يكون عنده هدف مؤكد ممكن نشغل بالموجود خلينا مثلا انه ننتخب رئيس نروح واجبكم الدستور انتخبوا رئيس مثلا نعم يمكن نقول مثلا انتخبوا حاكم جديد ما بعرف يعني لازم يكون لما ننزل على الشارع يكون عندنا هدف واضح مش هدف هليمي بدنا نغير نظام صعبي خلينا ناخد اهداف صغيرة ومحددة كترة الشعارات اكزاكت لما نكبر خلينا نحنا شو بدنا بدنا هلأ لازمنا الرئيس ننزل على الشارع ما بنسكر كل البلد وانا ممكن هيدا بس انا مع تسكير الطرقات هادى الطريقة الوحيدة اللي بيهز الطبقة الحاكمة بسكر الطرقات لا ينتخبوا رئيس عدوا من البدكنية معاش في بلد لا ينتخبوا رئيس وبتقوم ايام تلعالم عم تسكروا طرقات معلش شي لا مش مزبوط العالم هدول اللي بيطلعون على التلفزيون عم بيصارخون هدولي تابعين للاحزاب السياسية العالم مزبوطة فهماني وين مصلحتها هلا مصلحتها يكون في رئيس عملوا دوركم دستور ينزلوا بتخبوا رئيس لانه كان وقتا انه الى ماذا قدت هذه الثورة والعالم اصيبت نوع من الاحباط انه نزلنا على الشارع لوين وصلنا حضرتك ذكرت انه لا وصلنا الى خطوة اولى اذا بدنا نقول يجب البناء عليها كيف توقف المبنى المطار التاني الطردي لانه في ناس نزلت انتخب بتغيرت الواقع ما ننسى شو قدرنا نعمل ابدا قدرنا نغير المعادلة قد تتغير المعادلة من خلال الناس طبعا دايما مقتنع اي انا بهالكلام بدي اختم معك دكتور ابراهيم الجوهري عاكل حال يعني دخلنا باكتر من محور في هذه الحلقة الباحث والاستاذ في العلاقات الدولية والانتخابية دكتور ابراهيم الجوهري شكرا جزيلا لو وجودك معنا واهلا وسهلا فيك بوانشاة المساء وبصوت لبنان ويبقى لكم مشاهدين ومستمعين كل شكر على المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة